بعض الناس نصبوا أنفسهم مناطقين رسميين باسم المؤسسة العسكرية فلم يكتفوا بالتحليل ذهبوا إلى نقل المعلومات على أساس أنها من مصادر موظوقة تقولوا بالتمديد وتقولوا بالتأجيل وتقولوا بغير ذلك فكان من واجب المؤسسة العسكرية أن تقول لهم ولا واحد يتكلم باسمي المؤسسة العسكرية عندها صلاحياتها الدستورية وما كانش واحد يذكرها خاصة لما واحد يقول لك على على قائد الأركان أن يتخذ مسئوليته مش معنى أن تخذ مسئوليته معنى ما نش نخدم في مسئوليته ما نش نخدم في خدمتي حتى تتضبر علي أنت تالي وضعت نقاط على الحروف وباعتقادي أن الانتخابات سوف تجري في آجالها القانونية ما في تمديد ولا شيء وسوف نحترم وحرفية الدستور قراءة البسيطة والأولية لما صدر اليوم أو ما صدر أمس في بيان وزارة الدفاع يدل على أن يجمعوا كل واحد يتخذه السياسيين خللهم في خدمتهم والاقتصاديين في خدمتهم والرياضيين في خدمتهم والجيش الوطني الشعبي ما كاش يدبر عليه أراهوا عارفوا شيخ دم بالضبط وفيه لفظة مهمة جدا قال لك نحن نحترم قانون الدستور مش الدستور قانون الدستور بمعنى الآجال القانونية التي نص عليه الدستور على أساس أنها مكسب سياسي كبير يعني على حسابك سي أبو جرى سلطاني نعم أن السنة المقبلة سوف تكون انتخابات في موعدها ما كانش هذا السيسبانس من خلال ما قرأته في هذا السطر بالذات الاحترام قانونية الدستور بمعنى أننا سوف نحافظ على الآجال الدستورية في الانتخابات يعني في منتصف شهر أبريل تجري الانتخابات وفي منتصف شهر جونفي المقبل يعني وبعض غدوة في المتصف شهر يدعو السيد الرئيس الجمهوري الناخبة وتسعين يوم نحو الصباق واللي أعطاه الشعب الجزائري مبرك عليه